وننتقل لمحضر الجلسة التالية محضر جلسة 21 فبراير 1908 بدأت الجلسة الساعة الثالثة والنصف عصراً بحضور مستر ميتشل إنس واسماعيل سر باشا وعمر بيك لطفي وحضور محمد فاند شريف سيكرتير للجلسة كان أهم النقط اللي تم مناقشتها سبب غياب الأعضاء عن الحضور الجلسة تأجلت كذا مرة عشان الأعضاء تحضر والنصاب القانوني خمس أعضاء واللي حضر الجلسة تلتة بس في الوقت ده حصلت انتقالات لمجموعة من الأعضاء للعمر خارج القاهرة ومنهم اللي سافر برا مصر وزمان السفر برا كان بياخد شهور ذهبوا عودة لأنه كان سفر بالبواخر كمان عدم موجود وسيلة اتصال كان بيتسبب في عدم إبلاغ بعض الأعضاء بموعد الجلسات أو تنسيق موعد يناسب الأغلبية مستر ميتشل إنس قال إن سبب غياب عبدالخالق ثروة باشا هو انتقاله لأسيوت بعد توليه منصب مدير مدرية أسيوت زي ما اتفقنا كده يعني محافظ أسيوت زي ما بنقول عليه دلوقت هنا اقترح عمر لطفي بك ضم علي أبو الفتوح بك بدلا من عبدالخالق ثروة باشا وإذا مقبلش فممكن ضم طلعت حرب بك لكن تم تأجيل البت في الأمر ده لجلسة تالية وإسماعيل سري باشا وعد بمقابلة أمين سامي باشا يشوف ليه ما حضرش الجلسة وعمر بك لطفي حيشوف بقى الأعضاء إدريس راغب بك وعمر سلطان بك ولأن المجتمعين ما تكملوش العدد القانوني للجلسة اللي هو خمس أعضاء فلم يتم اتخاذ أي قرارات اتناقش وديا في مقترح لمستر ميتشل أنس اتناقش وديا في مقترح لمستر ميتشل أنس بأن النادي يكون تحت رعاية الحضرة الفخيمة الخدوية وتأجل النظر في الموضوع لجلسة تالية وفعلا بعد كده تقرر وضع النادي تحت رعاية الحضرة الفخيمة الخدوية واتفقوا أن الجلسة التانية تكون الساعة تلاتة ونص يوم الثلاث خمسة وعشرين فبراير الف تسعمية وتمانية يعني بعد أربع أيام بس لكن احنا قدام أمر مهم لازم نقف عنده في الجلسة اللي قبل الجلسة ديه اللي هي جلسة واحد وتلاتين ديسمبر تسعمية وسبعة قرر المجتمعون أن يكون العدد القانوني لصحة انعقاد اللجنة خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس فلما ما اكتملش النصاب نفذوا القرار وانفضت الجلسة واتفقوا على الاتصال بباقي الأعضاء عشان يحضروا الجلسات قرار صحة انعقاد الجلسات بحضور خمس أعضاء على الأقل كان بأرادتهم محدش ضغط عليهم عشان ياخدوه يعني كان ممكن لما النصاب ما يكتملش في أول جلسة بعد القرار ده يقولوا خلاص مش مهم ننفذوا من الجلسة اللي جاية وانكلم باقي زملائنا عشان يحضروا لكن ده النادي الأهل أي قرار لازم يتنفذ مهما كانت تبعاته لابد من احترام أي قرار وبعد أربع أيام بدأت جلسة 25 فبراير 1908 بدأت الجلسة الساعة 3.30 العصر بحضور مستر ميتش الأنس وإدريس راغب بك وحسين رشدي باشا وأمين سامي باشا وعمر سلطان بك وعمر لطفي بك وحضور محمد أفند شريف سكرتير الجلسة وبعد بداية الجلسة أم إدريس راغب بك بتسليم رئيس الجلسة توكيل من عزيزة عزة باشا ينوب عنه في الجلسة ونفس الأمر أنبي عمر لطفي بك بتسليم توكيل من إسماعيل سر باشا عشان ينوب عنه في الجلسة يعني بدأت تفعيل قرار جلسة 31 ديسمبر 907 اللي يغيب يقوم بتوكيل أحد الأعضاء نيابة عنه في الحضور مستر ميتش الأنس قبل جالحاضرين أن عبدالخالق سروت باشا طلب إعفاقه من عضوية لجنة النادي وده بخطاب عطوله لأنه مش هيقدر يحضر الجلسات بسبب نقله لأسيوت بعد تعيينه مدير لمدرية أسيوت يعني محافظ أسيوت وقرى مستر ميتش الأنس خطاب طلب الإعفاء على الحضرين فقررت اللجنة قبول الإعفاء وهنا اقترح عمر لطفي بك تعيين علي أبو الفتوح بك بديلا لعبدالخالق سروت باشا ووافقت اللجنة باتحاد الأراء اتحاد الأراء هنا يعني بالإجماع زي ما بنقول عليها دلوقتي وكلفه السكرتير يكتب له رسالة ويرجوه قبول عضوية اللجنة مين هو علي أبو الفتوح بك عضو اللجنة العليا الجديد